اشتركوا في القناة صحة وسعادة أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم هاية الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وطبعا عبر إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي وبالتعاون مع مستشفى الزهراء هي بالشراكة 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 مع مستشفى الزهراء طبعا برنامج صحة وسعادة برنامج يعتني بالأمور الصحية والطبية وأيضا هو إحدى قنوات هاية الصحة في دبي للاستعلام أو للإستفسار أو لتقديم ملاحظاتكم أو اقتراحاتكم وأيضا للتواصل مع البرنامج جرجال اتصال على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وأيضا عبر الرسائل النصية أربعة صفر صفر ستة محمود صباح الخير صباحك الله بالخير فيصل كان يعني كانت مقدمة جميلة جدا أول مقدمة مقدمة نعم أول مقدمة من زين مقبال إن شاء الله ما تقدم البرنامج كله يا رب الله المستعان الله المستعان عموما مستمعينا نحييكم في برنامجكم صحة وسعادة مثل ما ذكر فيصل التواصل معنا على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة في الإخراج معنا اليوم المبدع عيسى سبيل صباحك الله بالخير عيسى أيضا مستمعينا حلقتنا اليوم نصغف فيها واحد من الأطباء اللي أنا يعني شاتي فيه مجروحة أخبركم عقب فقرة الأخبار منو بيكون معنا وأنصحكم أنكم متابعون الحلقة لأن كل ما أشوف هذا الدكتور أتذكر أغنية جورج والسوفي يقول طبيب جراح قلوب الناس أداوية والله أنا كان على فكرة قلت أنا بتكلم عن هالموضوع هالغنية هالحقيقية صحيح يعني عموما خلنا نمشي على الأخبار اللي عندنا قبل الأخبار حاليا أو يعني بعد دقاق محمود في عندنا نحن مؤتمر البصريات المنتجات العناية بالعيون طبعا معالي حميد القطامي رئيس منزل سليدارة والمدير العام بيفتتح هذا المعرض هذا المعرض يعني من المعارض المهمة جدا لإمارة دبي والتي تهتم بالبصريات بشكل عام انت ما خبرتني عينا قبل ولكن تطرشت كنك ما يفكر الستوديو ها زين الحمد لله طبعا خلال الأيام القادمة محمود بيكون عندنا طواف أو يعني طواف الوردي تنظم صحة أو هيئة صحة بدبي يوم الجمعة المقبل 28 من شهر أكتوبر الجاري الطواف أو طواف دبي الوردي الذي سينطلق في السابعة والنص صباحا لمسافة 16 كيلومتر على طول شارع شاطئ جميرة بهدف التوعية بسرطان الثدي وجمع التبرعات لصالح المرضى جميل جدا إذن المشاركة بطواف دبي الوردي بتكون مفتوحة لجميع الفئات وكافة الفئات العمرية من الجنسين أيضا بيتم جمع تبرعات مالية لمرضى السرطان الثدي الغير قادرين على تغطية تكلفة العلاج الباهضة التجمع بيكون الساعة 6 ونص الصبح الفجر يعني نعم في مكان الحدث محمود هناك بيكون التهجير في شارع جميرة نعم شاطئ جميرة نعم هو في شارع جميرة ورا السنسيت بيكون والله أنا ما عرف هو ورا السنسيت يعني كل سنة نسويه أي صحيح صحيح فالدعوة عامة يعني مستمعين أتمنى أنكم أنتم تتواجدون لأن فعالية جميلة جدا كل واحد يبسي كلوي خصوصا الجو تحسن كثير محمود خصوصا الفترة الصباحية يعني والله ما عنده سيكل أظن بيعطونا سيكل هناك لا بس استعارة يعني ما بين حقها بيرده يعني أعتقد يعني فنتمنى حتى المواطنين يكونوا موجودين هناك لأن المسألة مهمة يعني غالبا في جنسيات أسيوية هم اللي يهتمون بهذا الموضوع يعني تواجدكم مهم صحيح صحة دبي تستضيف أربع أطباء زائرين نوفمبر المقبل أعطنا تفاصيل نعم خلال الشهر القادم إن شاء الله هيئة الصحة بدبي بتستضيف أربع أطباء زائرين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلجيكا والبحرين لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى بمستشفيات الهيئة في تخصصات أمراض العصاب والتصلب المتعدد وأمراض السمنة والبدانة وكل الأطفال والعلاج الطبيعي محمود الهيئة طبعا بتستضيف خلال فترة السادس حتى العاشة من نوفمبر ومقبل دكتور غازي علي سرحان استشاري العلاج الطبيعي في البحرين لتقديم خدمات الاستشارية والعلاجية للمرضى بمستشفى لطيفة طبعا وأيضا من الثاني عشر وحتى الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل بيستضيفون الدكتور برونو ديلمنديز استشاري أمراض السمنة والبدانة في بلجيكا للكشف والاطلاع على الحالات المرضية بمستشفى دبي وتقديم خدماته التشخيصية والعلاجية هذا السمنة هذا مهم لازم نشوف النحل لازم نشوف الدكتور هذا هذا خير مواعيد ماخدينة وحاجدينها القبر فلازم نتقدم من الحين على اساس انك انت تأخذ موعد طبعا هم مو بسمين بس يمثل دور السنين يعني كم من كيلو شوي إن شاء الله نقدر نتخلص منهم والله الأمر بعد له يعني شكرا محمود عموما عندنا من 13 إلى 17 من نوفمبر المقبل دكتور بنجمين تيرنر استشاري الأعصاب التصلب المتعدد في لندن بقدم استشاراته التشخيصية والعلاجية للمرضى بمستشفى راشد وأيضا في السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر المقبل دكتور تيموثي بنشمن استشاري كلا الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج المرضى بمستشفى دبي طبعا هذي الزيارات الخاصة بالأطباء شو مزاجك اليوم يا والله حسب دراسة ألمانية تقول أن الموز يعدل المزاج أنت ماك الموز يعني اليوم لا بعدني إن شاء الله شوف مزاجك يعني مبعي بالني لا بعد المزاج إن شاء الله أول ما أرجع المكتب إن شاء الله محمود ذكرت مجلة المرأة صعب الاسم أنا صراحة ما أقدر أنطقه فرو يوندين شيء شيء فرو ويندين فرو ويندين ما أقدر أنطقه خلاص اللي قالت خلاص أنا ثقافتي ألمانية أدري بك المعنية بأمور الصحة والجمال بأن الموز يمكنه أن يقل جسم ويحميه من علل وأمراض متعددة بالإضافة أيضا إلى تنظيمه للحالة المزاجية للإنسان وتحسين الطرابات النفسية والعقلية وبناء على ذلك اعتبرت المجلة الألمانية بأن الموز يعد من الفواكه المفيدة للصحة لصحة البدانة وجالبة في نفس الوقت للسعادة النفسية إذن النتائج قالت أن في عدد من الدراسات الألمانية التي أجريت كشفت عن أن تناول ثلاث ثمار من الموز يوميا من شأنه أن يسمي لحد ما في خفض ضغط الدم المرتفع فضلا عن أن الموز يعتبر مفيد جدا لصحة القلب ويمانا اليوم نحن نتكلم عن القلب نشوف حتى من أسأل الدكتور فهد عن فوائد الموز لكن الفكرة هو أن مفيد لصحة القلب لإحتوائي على نسبة مرتفعة من الألياف الطبيعية القابلة للذوبان في الماء حيث أن هذا النوع من الألياف الغذائية يساعد في خفض مستوى الكوليسترول السيء في مجرى الدم وبالتالي يمكن اعتبر رموز بأنه يسهم بصورة كبيرة في الوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين بالإضافة إلى حماية القلب والأوعية أعتقد أن حان وقت الفاصل محمود عباري حان وقت الأذان نبعد نتوين الناس على الأذان طيب اللي يستمعون الحاليا إن شاء الله نحن نكونوا إياكم خلال دقائق فاصل إعلاني ونرجع إياكم قبل الفاصل أقرأ مسج الدكتورة ندل ملا مطر شاتلنا فيستي مبتسم منورين فيصل ومحمود تنفعون ثنائي شكرا 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 دكتورة إذن مستمعنا مثل ما قال فيصل فاصل وما أرجع لكم بعد الفاصل من استقبل معانا طبيب القلوب دكتور فهد باصليب الدكتور طبعا هو استشاري ورئيس قسم القلب في مستشفى راشد فبعد الفاصل طبيب جراح قلوب الناس يداويها فابقوا معنا واللي حاب يتواصل معانا على الأرقام 600-551414 وعبر الرسائل النصية 4006 فاصل وما أرجع لكم أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام مستمعين يعني نستضيف معنا في هذه الأثناء طبعا تسمعون الكحة يعني هي كحة الدكتور فهد باصليب الاستشاري ورئيس قسم القلبي مستشفى راشد صباحك الله بالخير دكتور صباح النور صحة 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 وسعادة صحة وسعادة صراحة أحب أن أشيئ دول شيء بالثنائي يعني أنا أشوفها أول مرة أنتو الاثنين مع بعض في هالبرنامج وأضاف حلاوة على البرنامج برنامج ما يزيد عليه يعني بس ما شاء الله عليكم ثنائي متناغم إن شاء الله عادة ما تكرهنا بعد اللقاء دكتور عموما دكتور نتحدث يعني في البداية عن تجريد الاعتماد الدولي لقسم القلب بمستشفى راشد كمركز متخصص أنا قبل لا أدخل في الاعتماد خلني أمهد للمستمعين عن قسم القلب يا تورا هذا القسم طبعا إذا أنا متحدثي شاتي فيه مجروحة لكن خلنا نتحدث عن القسم وإنجازاته خلال الفترة الماضية أتذكر في عندكم عمليات نقل مباشر وصار فيه تدريب لطبابي عدد معين وكذا فنبغي نأخذ المستمع إلى الخدمات اللي يقدمونها في مستشفى راشد في قسم القلب طبعا وهو شيء أشكركم على الاستضافة على الاستضافة الكريمة طبعا قسم القلب في مستشفى راشد يقدم خدمات متعددة من ناحية العيادات العامة لقسم القلب اليوم في السنة هاي فتحنا عيادات متخصصة مثلا في قصور عضلة القلب في كهرباء القلب تم اعتماد قسم القلب كذلك كمركز تدريبي للبورد العربي في تخصص امراض القلب في الزمانة في امراض القلب فاليوم عدنا أطباء يتدربون عدنا والتدريب هذا معتمد من قبل الهيئة العربية للبورد العربي حتى يقدمون على الامتحان التخصص وهي واحد من الانجازات التي تحققت مؤخرا بالاضافة للاعتماد الدولي لذا راح نتكلم عنه بالتفصيل اشياء كثيرة يعني القسم بالاضافة الى العيادات التخصصية بالاضافة الى خدمة يعني التنوين في المستشفى علاج امراض القلب بكفة انواعها تقديم احدث التقنيات والتكنولوجيا اللي موجودة من ناحية دعمات قابلة الذوبان نحن دكتور ما نتخلف التفصيل وايد نحن نرجع مرة ثانية للاعتماد ممكن تكلمنا على الاعتماد دكتور وشو اثره على القسم بشكل خاص هو طبعا هذا الاعتماد الدولي احنا تم تجديده للمرة الثالثة حصلنا عليه في سنة 2009 هو الاعتماد الدولي من قبل الهيئة الدولية المشتركة او ما يعرف بالجي سي آي كمركز متخصص وليس كمستشفى بس كمركز متخصص ونعتبر احنا الوحيدين في منطقة الشرق الاوسط وتقريبا هناك تسع مراكز خارج امريكا حصل على هال الاعتماد واحنا احد هال المراكز الاعتماد هذا لمدة ثلاث سنوات والحمد لله تم تجديد الاعتماد في 2012 وفي السنة هاي بعد تم اعادة الاعتماد او تجديد الاعتماد الاعتماد لمدة ثلاث سنوات وكل مرة طبعا المعايير والشروط تكون اصعب من قبلها فهذا التجديد يكون اصعب من حصولها على الاعتماد ومثل ما يقولون الصعود القمة سعى ممكن يكون سهل بس لا صعب لمحافظة على الوصول هنا صحيح صحيح بيقول لي عيسى اش حقا تضحك سكر حلجك زين ما اقول لك ليش اضحك لان انا الشروط والمتطلبات الخاصة لهذا الاعتماد دكتور مثل ما انت ذكرت ان كل مرة تكون اصعب واصعب نبغي نعرف شو الشروط هذي لان اذكر حتى في الجي سي آي مع المراكز الصحية كانوا يبطلون وانت بكرامة البؤالية يعيبطلون الصقف يتطالعون التهوية ويعني وايد اشياء متطلبات فيها هنا بالنسبة لخص من القلب شو الشروط والله هو بالاضافة الى ان يكون المكان بالنسبة للفحص المكان من ناحية سلامته وامانة حق المريض حق المريض والطبيب والطبيب ان يكون بيئة سليمة نظيفة امنة للمريض والعاملين في المستشفى ولكن يختلف هذا الاعتماد ان يتطلب معايير كلينكية طبية ان اليوم في توصيات عالمية ازاي؟ فانت مفروض تكون ماشي على هالمواصفات من ضمنها مثلا من وصول المريض الى اجراء تخطيط القلب لا بد يكون في اقل من ثمان دقائق احنا وصلنا الى اربع دقائق والله الحمد من ناحية من وصول المريض الى اعطاء الابرة اللي تذوب الجلطات فهاي الاعتماد العالمي يقولك ثلاثين دقيقة اليوم احنا الافرج على مدى الست سنوات الاخيرة بين العشرين والاربع وعشرين دقيقة في امل ممكن طبعا احنا دايما نحط حق عمرنا تارجت اكبر يعني ان حتى نوصل اكبر نسبة عندك من اعطاء القسطرة اجراء القسطرة وصول المريض بالجلطة القلبية الى اجراء القسطرة وفتح الشريال المسدود عندك فقط تسعين دقيقة اليوم احنا واصلين مرحلة سبعين لأثنين وسبعين دقيقة الهدف الجاي انه نوصل ستين دقيقة فهاي امور كلها تطلب شغل وبعد شغل يعني يكون كروح الفريق فيه يبتدي من وصول المريض الى باب المستشفى الى انه يدخل المستشفى يطلع من المستشفى في عندنا برنامج عادة تأهيل في عندنا ندوات طبية للتوعية اليوم احنا ما قمنا بس نوقف على هذا قمنا نحاول مثل ما اقول المثل العربي الوقاية خير من العلاج لاحظنا هناك في تركز مثلا في اماكن معينة وين المرضى ييوم منها مصابين بنسبة كبيرة بامراض القلب فهذه الاماكن احنا قمنا بانشاء حملات توعوية لهم حتى نقوم الى الوصول لهم وتوعيتهم بالاوامل لتسبب امراض القلب وكيفية الحماية منها زي الدكتور نحن عندنا عندكم الكوادر والاجهزة والتقنيات اللي تقلل هذه المدة يعني في عندكم خطة تدريب في عندكم كذا قبل انجاب على هذا السؤال دكتور خلنا اخذ بونده ايه كمداخل انا كاتب لك اقول لك خذ بونده يلا ما علي مرحبا بونده صبحك الله بالخير اه ويوسف الله يصبحك بالنور والسرور طبع بونده صبحك الله بالخير دكتور مرحبا اخوي حياك الله اخوي بونده اقول لك طال عمرك اذا كان واحد عند جلطة ممكن يسوي عملية او قصرة هي طبعا متى صارت الجلطة يعني فترة يعني تقريبا من شهرين ثلاث تجهر زين ما في مشكلة يعني المريض ممكن يراجعنا في مستشفى راشد ممكن رتب له هالأمور يتم جراء الفحوصات اذا احتاج قصطرة نعمل للقصطرة ويعتمد على نتيجة القصطرة ممكن نحل الموضوع بتركيب دعامات وان شاء الله الامور ميسرة ومبسطة باذا رب العالمين الحمد لله انتو مستشفى راشد احداث الطباء واحداث اجهزة عندكم ان شاء الله والناس يتمن خارج حق العلاجة عندكم انتو الحمد لله ازاك الله خير هالتوفيق من رب العالمين وروح الفريق ازاك الله خير بو ندى عندك سؤال ثاني بعد الله يسعر نحن ما تصر فيك عقب البرنامج مناخ التفاصيل للمريض اذا حاب انك انت تحولها لمستشفى راشد تفضل فيه صاحب والله ما ادري كنا نتكلم عن هل عندكم الدكتور في هناك خطط لتدريب الكوادر الطبية عندكم والفنية لانه هي منظومة يعني ممكن يكون عندك طبيب متميز ولكن ما في هناك اجهزة متميزة او حديثة او الفنيين مبعى للمستوى المطلوب كيف عملكم كمنظومة هذا بندر رد عليك اوه بندريب يعني مستشفى راشد يعني مستشفى اكبر مستشفى عندنا في الدولة وعني حتى يعتبر يعني مستشفى جامعي اذا خلنا لو او تعليمي يعني هو طبعا احنا الهدف ان نمشي في خطوط متوازية من ناحية توفير الاجهزة والكفاءات واحنا ما نكتفي بهالشي نحاول ندرب الى طباء اللي عندنا والكوادر اللي عندنا للوصول الى المرحلة اللي هي تأهلهم لأداء خدمات متميزة طبعا هناك استضافة المؤتمرات المشاركة في مؤتمرات محلية اقليمية دولية يعني يمكن لو تذكرون قبل كم من شهر تشرفنا بنقل ثلاث عمليات نقل مباشر عمليات قصطرة قلبية الى اكبر مؤتمر قصطرة في العالم كان في باريس اذا تذكر اخوي محمود كان عدل حضور عشرين الف عشرين الف كان حاضر نقل مباشر اليوم عشرين الف انت تتكلم عن خبراء وعلماء وطباء في هذا المجال يعني الصفة في العالم يعني انا اذكر يمكننا نسوي النقل لما كان الناس اللي جالسين على الستيج اثنين منهم من العلماء اللي كاتبين التوصيات العالمية يعني والحمد لله اليوم يعني العمليات هاي احتفظ فيها في المكتبة اللي هي الفيديو لايبري مالهم فلما تدخل على الويب سايت مالهم اذا تبغي كمرجع يدخل وتحصل هالعمليات موجودة والحمد لله فضم من رب العالمين قسم القلب مستشفى راشد دبي هالثورتي او هيئة صحة دبي الامارات العربية محطوطة الخارطة العالمية ممتاز نحن دكتور ما نستكمل هذا الحديث ما نستكمل الانجازات وايضا ما نفتح المجال لأسئلة الجمهور اي حد عنده اي سؤال في مجال يعني القلب وايضا بعض الرسائل التوعوية اللي من خلالها ممكن سبحان الله نقدر نقي احد المستمعين من انه يتعرض لانتكاسه في هذا المجال فبعد الفاصل ان شاء الله فيصل شو ما نسوي ان شاء الله نتواصل ونرجع وان شاء الله ونستكمل حوارنا الشيق مع الدكتور فهد بصليب استشاري ورئيس قسم القلب بمستشفى راشد تعرف انا شو ياسا سوي فيك انا بذكر كان عندنا دكتور في الجامعة زين الله يذكر بالخير يوم عندنا المحاضرة ينزل واحد ساعات يسهل شذا يغفي انتو تطالع زين يشرح يشرح مرة واحدة ايوه يا فهد قول لي تنش مرقات شذا مرة واحدة فعموما فاصل وارجع لكم صحة وسعادة اعزائي المستمعين عدنا اليكم من جديد في برنامج صحة وسعادة الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي طبعا قبل الفاصل كان معانا الدكتور فهد بصليب استشاري ورئيس قسم القلب بمستشفى راشد صباح الخير دكتور صباح النور صباح الورد ماشي صباح الخير حقي مرمود انت يعني انت يعني شو قل لك الخير والبركة شكرا وعلى بكرة يعني من يسمعون صوتك كيف يعرفونك انك انت موجود ازاك الله خير طبعا دكتور نحنا تكلمنا قبل قبل الفاصل كان عندكم مثلا حين عندكم سويت ثلاث عمليات نقلت في فرنسا وهذا انجاز كبير شو ايضا عندكم ايضا في القسم ممكن يعني بتكون الانجازات هذه طبعا مثلا ما قلت لك دائما نحنا نحاول نكون سباقين في التقنيات الحديثة اللي هي معتمدة من ضمنها مثلا استخدام الدعمات قابلة للذوبان كنا اوائل الناس في منطقة الشرق الاوسط خامس دولة في العالم اه عندنا تقنية تبديل الصمام عن طريق القسطرة هذا مشروع حيوي الصراحة فريق مشترك من طبع مستشفى راشد مستشفى دبي له فريق القلب في هيئة الصحة وصلنا في هالمرحلة انه حصلنا على بعد على اعتماد دولي من ناحية تبديل الصمامات عن طريق القسطرة اصبحنا ندرب اطباع على هذه التقنية نسافر برا حتى نشرف على هالعمليات فهاي يعني من الانجازات الكبيرة ولله الحمد تحققت يعني يعني دايما احنا نحاول نطور اعمارنا يعني خاصة في الطب ما في شي انك تقول خلاص انا وصلت العلم يعني ما حتاج زيادة كل يوم احنا نتعلم ومثل ما قال سيدي الشيخ محمد بن راشد امس اذا كنت شفته في القراءة يقول اليوم اللي ما تعلم فيه هو ناقص من عمري فاحنا دايما لا بد نعلم نفسنا ونتعلم شي حديث وانطور نفسنا طيب دكتور نرجع للحديث عن امراض القلب بشكل عام يا ترى كم هي نسبة الاصابة بامراض القلب خلنا نسأل عن الاسباب اللي ممكن تؤدي الى اصابة القلب بهذه الامراض وشو هي اكثر الامراض شيوعا بالنسبة لامراض القلب طبعا هو معروف ان السبب الرئيسي والاول ان كان في الدولة او في العالم هو امراض القلب والاوعية الدموية النسبة للأسف عالية وذلك لازدياد عوامل الخطورة اكثر الامراض شيوعا في امراض القلب هو انسدات الشرائن التاجية هما يعرب بالجلطات القلبية للأسف عدنا حسب الدراسات اللي عملناها ان المتوسط الاعمار يقل عن اعمار الدول الاوروبية والامريكية بعشر الى خمسة عشر سنة كم هي المتوسط المتوسط في اوروبا في عمر الاربع وستين عدنا في عمر الخمسين الاربع وخمسين وهي دراسة اجرينا على مستوى الخليج العربي شو الاسباب دكتور والله يشوف الاسباب عدنا هو طبعا نمط الحياة الحياة اكثر شيء ارتفاع نسبة التدخين قلة الحركة والرياضة الاكل غير الصحي بالاضافة انه ما ننسى انه عدنا نسبة عالية من امراض السكر طبعا في جهود حثيثة وقوية لتقليل هالنسبة ولكن ما راح تقل هالنسبة من نسبة لامراض السكر او امراض القلب الا اذا الناس اتبعوا نمط حياة صحي من ناحية الحفاظ على الوزن الرياضة الجو ما يساعد صراحي يعني خصه في الصيف الواحد ما يقدر يعني يطلع من البيت والله يسيد يشوف هاي طبعا اه خصوصا التكيف بارد والحين تلفزونات كبيرة فيا لس يا لس جدام تلفزون ويقلب يعني يجلب القنوات هذا هو هذا الثمن اللي ندفع للمدنية وتطور الحياة انه اصبحنا مجابلين الاجهزة الايباد والايفون والسامسونج حتى ما يزعلون علينا السامسونج اه 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 فهاي فهاي ادينا نوع من الخمول والكسل وطبعا احنا دايما نتعذر انه ما في وقت او الجو اه الوقت موجود ازين والجو في في رياضات اخرى ممكن اه يعني في عدن السباحة ممكن تكون كنوع معين اختصار اللي بس صلاة مقرور اه زين علامات مرض القلب كيف انا اعرف دكتور ان عندي بعض العلامات اللي ممكن تشير اني انا ممكن اعاني من المشكلة والله احنا الافضل ان ما ننترى لهم الاعراض تصيبنا من الافضل احنا دايما نقول الكشف الدوري خاصة في الناس اللي عندهم بتاريخ عائلة احنا ننصح فوق السن الثلاثين خاصة لان للضغط كتلة الجسم السكر الكوليسترول هاي الامور اللي تأدي الى امراض القلب فالكشف الدوري هذا مهم جدا طبعا اذا وصلنا لمرحلة الاعراض طبعا من ضمنها ان يكون علام في الصدر دايما توصف بنوع كأن يقول لك المريض طابوقة على صدر يحس يوم امشي او اتحرك ممكن العلام ينتقل الى اليد كانت اليد اليمنى او اليسرى اذا منطقة الرقبة او اذا منطقة التشتف يعني هاي من الاعراض الخاص طوية المجهود تزيد صعوبة في النفس كلنا الحين اذا تركب يعني داري شوي تحس انك انت ماتروم تتنفس وطبعا في فرق بين عدم اللياقة وفي فرق بين الاعراض هذه يعني طبعا اذا واحد اشتكى منها ننصح دايما باجراء الفحوصات يعني على الأقل تخطيط قلب انت تقول كلنا منو كلنا يعني بغالب الناس يعني لا فيصل تكلب عن نفسك والله الاحين يقم تتعب صراح شوي هذه الاعراض كلها دكتور ولا في اعراض اخر والله في اعراض كثيرة بس انا بنخوف الناس يعني نخوف هم عشان يعرفون اهمية المسألة الفحص الدوري لمثل هذه الامراض والله يشوف انا اذا اذا بتكون لي رسالة واذا بطلع شي من البرنامج اليوم هي بالنسبة لاخواننا وبعد حين زادت نسبة النساء في التدخين التدخين بالنسبة لنا قمنا نشوف مرضى في عمار يعني في الاشرينات والثلاثينات اتذكر يوميانا الوفد الامريكي لاعتماد المستشفى التجديد الاعتماد عراضنا عليهم كم اعداد المرضى بالمناسب يعني الاعداد في تزايد يعني اذكر اول ما بدينا في 2009 في الاول الاعتماد كان عدد المرضى في الجلطات القلبية حدود ال500 لل600 في اخر مرة كان 1300 مريض سنويا انت عندك زيادة سكانية ايضا طبعا في زيادة سكانية بس هاي الزيادة تقريبا اكثر من الزيادة السكانية كنسبة وتناسب يعني لما عرضنا عليهم الاعمار متوسط الاعمار وعرضنا عليهم ان في ناس في العشرينات يصابون بجلطة قلبية يعني حسيت من وجوههم هناك في عدم يعني استغراب وكان نوع من المبالغة وصادف سبحان الله واحنا نعرض عليهم هالعرض التقديمي لل الاعداد والخدمات ان اتصل فينا من قسم الطوارئ ان هناك مريض عمره 25 سنة يعاني من جلطة قلبية ويحتاج قسطرة فورية فاعتذرت منهم قلت نسمحوا لي انا بطر اني اعتذر واحد من زملائي بكمل التقديم وانا بطلع على القسطرة لانا تعرفوا مثل ما قلت لكم عام الوقت مهم صحيح فقالوا لي 25 سنة قلت لم 25 سنة فوقفوا العرض وقالوا لي دكتور اذا ما تمانع احنا نبغي نطلع معاك الى غرفة القسطرة ونشوف المريض ونشوف الاجراء كيف يتم وكم من الوقت يستغرق يعني فاو كان المريض السبب الرئيسي له انه مدخن فقط لا غير يعني كان لا وزن زيادة ولا شي بس التدخين واليوم قمنا نشوف حتى شرائيل مدخن لما نشوفه في القسطرة يعني تلاقي مريض عمره في الثلاثين الاربعين بس شرائينا كان واحد في الستين في السبعين يعني من ناحية تحتك في الشرائين انسدادات الاشياء هاي تدخين يعني خطير جدا لهذه الدرجة يعني مو بس على امراض القلب فقط يعني لا أنا أبغي أكد المعلومة اللي يسمعنا للحين يعني يسمعنا عشان يترك عابن فيصل يبا يوصل رسالة الحد في الستوديو لا أنا من زمان بعد ما شفتك في الباركين ها كل يوم يعني لا لا قبل والله دكتور تركت يعني تقريبا حين بكمل سنتين تقريبا ماشا يعني هذا نعتبر إنجاز محمود صراحتك لا لا أنا الحين محارب محارب قديم فهاي من الأشياء يعني الناس يعني التدخين مو بس يسبب أمراض القلب يعني يسبب أشياء كثيرة من السرطانات والأشياء هذي أنزين دكتور الحب يسبب أمراض القلب لأننا كل يعني كل ما نشوف مثل مسلسلات وكذا دكتور والله أنا قلبي قرقع صبر صبر خني أرد علي خني أرد علي يعني فيصل هاي أول حلقة لك ف ف هذي بروحة يبالى حلقة كاملة الله رم بي زي خلاص يلا عدنا فأنا شسم اليوم نتكلم الأمور العضوية في القلب زي يقول لك القلب يقرقع يوم مثل يقول يوم ما تشوف قلبي أتخسبك وقلبي قرقع مرة كان يوم عندك سؤالة شاذة خبر عيسى قبل عشان يجهز لك بس موسيقى روماسية خلفية يعني عموما دكتور مثل ما يقول فيصل الحب يعني له شسم شوف دايما يعكس الحالة النفسية صبر نسالفة الريال هذاك اللي كان عندك المستشفى الكبير في السن اللي سويت القصطرة شو قلت طبعا هو الحب اللي هو حب الأخوي الحب العفيف بالنسبة للزوجة للوالدين للأم الصداقة الأخوية اللي ما فيها مصالح هاي تعكس راحة نفسية وهالراحة نفسية تنعكسها على القلب فهاي تقي هاي هديك وين وديت وره تصدقني حين فيه ناس هاي همهم الموضوع دكتور همش ان نكون غراضنا شريف في الموضوع الحب العفيف يعني دكتور نحن كان يتحدث أيضا عن الجهود اللي يقوم بها قسم القلب في مستشفى راشد لرفع الوقاية بأمراض القلب بشكل عام يترى ما هي أبرز البرامج اللي تطرحونها دائما من خلال قسم القلب طبعا احنا مثل ما قلنا لما شفنا هالأمور في تزايد فقلنا الطريقة الوحيدة لتقليل هذا هو بعمل حملات توعوية العالم يحتفل سنويا يوم 29 سبتمبر بيوم القلب العالمي صحيح يوم هاليوم كافي لا فقمنا بعمل حملات دورية على مستوى السنة مع تكثيف هذه الحملة خلال شهر سبتمبر وكتوبر والوصول إلى المرضى في أي مكان حتى إن كان في مراكز التسوق في المستشفيات في المراكز الصحية وصلنا إلى حتى مراكز تجمع العمال وعمل حملات توعوية بالإضافة إلى إجراء فحوصات وقائية من ناحية أن في الحملة في كل حملة يكون عندنا أطباء متخصصين في القلب خصائية في التغذية في محاربة التدخين في أمراض السكر وفيها الحملة نقوم بقياس الضغط وقياس السكر والكوليسترول وإجراء بعض الفحوصات حق الناس المدخنة حتى نشوف نسبة أول أكسيد كربون والأشياء هذه وفي النهاية يعرض المريض على خصائي القلب حتى يخبرون عن نسبة الخطورة خلال عشر سنوات القادمة بناء على الفحوصات والأمراض اللي هو عنده إذا كان مدخن أو مريض سكر أو مريض غير قلب أو عنده ارتفاع في الكوليسترول ففيه عندنا معادلة معينة فنخبر المريض بهذه وشو الأشياء اللي لابد أن يعملها من ناحية وقائية وإن كان فيه شي يحتاج علاج مثلا فيه عندنا نسبة كبيرة اكتشفناها في هالحملات أن عنده ضغط وما يعف أن عنده ضغط ففي هالحالة نحول على المراكز الطبية وإذا كان الحالة تستدعي دخول للمستشفى نحول على قسم الحوادث والطوارئ في مستشفى راشد ويدخال المريض فهي الأمور كلها نحاول أن تكون بصورة دورية منتظمة وفريق متكامل وعملهم تطوع على فكرة زين دكتور الآن أنا أبغي أعمل الفحوصات وين أسير هل نسير المراكز الصحية للرعاية الأولية أو ألجأ إلى أقسام القلب مباشرة طبعا من الأفضل إذا هي مرحلة اللي هي كشوفات دورية اللي هي المراكز الصحية الأولية وهي منتشرة ما شاء الله في جميع دبي أقرب مكان حق السكن ومجانية للمواطنين ومجانية المواطنية يعني فاليوم المراكز هذه إذا أجرت الأمور وحسوا أن فيه أي شك في أمراض القلب أو شيء فيتم تحويل المرضى لأنه لو اضطرينا نشوف كل المرضى طبعا فترة الانتظار حتى المريض اللي يستحق أن يشوف مريض دكتور القلب بيكون فترة طويلة جدا وهناك تعاون يعني بين الأقسام هذه جميل إذن دكتور نحن دايما نتحدث عن ما الذي يجب أن نفعله إذا ما شفنا مريض جدامنا يتنوبة في القلب أو ممكن تكون عنده آثار الجلطة يتكره بالخير كان يلعبي أنا كورة نزيل فتعب مرة وحدة فقام شو سوى على التعب هذا يشرب لردبول قال عشانه صحصح نزيل يعطيه ردبول وخلصنا اللعب سهر ركب الموتر ويقول سبضيج مبراه ما تنفس قلنا على طول مستشفى لا الترعية سهلا مستشفى ولا عنده انسداد في الشرايين طبعا زي أنك تكلمت عن هال مشروبات المنشطة ومشروبات الطاقة طبعا الناس عندهم فكرة للأسف خاطئة عن هال مشروبات تنشط وهالأشياء بالعكس هاي المشروبات ثبتة علميا انها تعمل على تحفيز القلب بصورة ضارة يرفع النبض يرفع ضغط الدم وبالتالي هاي من العوامل اللي ممكن تسبب جلطة قلبية فهاي من المواد الضارة طبعا اذا حسيت ان فيه مريض يعاني من اعراض القلب واعراض حادة جدا افضل شي الاتصال بالاسعاف وعلى فكرة هناك تعاون بيننا وبين شرطة دبي واسعاف دبي خاصة لمرضى القلب وهناك اجتماعات دورية بيننا وبينهم وهناك برنامج متكامل والاخوان في شرطة دبي في غرفة القيادة والسيطرة أو في اسعاف دبي على علم بمخاطر امراض القلب ومدى اهمية الوقت لان كل دقيقة معناته فيه تلف لجزء من عضلة القلب فهم يعني متعاونين معنا بشكل كبير ما ننصح ان المريض يبون بسيارة لانه ممكن يتعرض الى فقدان الوعي فالاسعاف وبالنسبة وصول الاسعاف مغطاية دبي يعني ويوصل خاصة لما يكون عنده مريض قلب يجرى للتخطيط في نفس المكان والتخطيط يرسل في سيارة الاسعاف في سيارة الاسعاف ويرسل الى المستشفى فالطبيب في المستشفى ممكن يطلع على التقرير قبل وصول المريض جميل وعدنا مشروع طبعا احنا شغالين فيه يعني بعدنا انه ممكن ينعطى الدول مذيب للجلطة في الاسعاف فهذا من المشاريع المستقبلي ان شاء الله احين هذا سوالنا سالفة في صر ام طرشيري مسج صدق المقول اللي تقول ومن الحب ما قتل جاب الى الحين يالله والله اخرجنا عن طاقة البرنامج عشانتي انا اقول ممكن تسوون حلقة وتيبون جورج والسوف يجاوبون على الامور طيب الدكتور نرجع مرة ثانية للموضوع نفسه انا الان اذا شفت فيه ممكن اي ارشادات او ممكن الشخص يسويها لغاية ما يتوصل لسيارة الاسعاف يعني ممكن انا عرف ان فيه بالدقائق الحين الحمد لله في دبي توصل السيارات يعني فيه امتشرة بس مدام انا عندي حالة امامي فيه هناك اي يعني نصائح اهمة انا سمعت مرة واحد يقول حق المريض كح طبعا هاي من الاشياء اللي لا تحس ان المريض راح يتعرض لفقدان الوعي نتيجة قوة الجلطة واحد من الاشياء اللي هي اه عملية الكح المستمر اه اه هاي بتكون واحدة من الاشياء المهمة لكن احنا فيه شيء بعد خطأ شايع ان من يستول المريض التعبامها تجمع عليه عشرين الف واحد وشو فيك اهنا المريض يحتاج اكسجين فلابد ان يعني واذا حد يعرف موضوع الاسعافات الولية هو يكون اول واحد من يتقدم اي نعم طيب اه دكتور انا هذا اللي سمعت هذا كلام يقولون ان الحب يقتل هل مجرد كلام ام انه مجرد كلام جرائد وموضوع شي اغزو زيتم خيرا ازاك الله خير يا دكتور كلمة اخيرة تبغي تقولها قبل ان نختم اشكرك مع الاستضافة وتسليط الضاوع على اعمال قسم القلب في مستشفى راشد واحنا لنا الشرف ان نكون في خدمة مجتمعنا بأي طريقة كانت وفي النهاية نتمنى سلومة سلامة قلوبكم يا اخي انت بسسامتك بس تخلي الواحد جسمه ما شاء الله الله يحفظك الله يحفظكم ان شاء الله مشكورين يا اخوان والله ماشي خلصنا الحلقة طافت بسرعة صراحة يعني كان عندنا بعض الاسئلة اللي مخلينها ولكن طاح ادري قلبك ما ادري ارهي في قلبك في عندي بعض الاسئلة ان شاء الله بعد البرنامج مسأل الدكتور سولنا حلقة مثل ما قال الدكتور مع من هو الدكتور قلت شو اسمنا ما ادري من هو قال عندنا مطرب ايه زين زين فيصل فارس والله استانسنا معاك اليوم في الحلقة الله يطول عمرك نحنا صراحة نشكرك دكتور كان معنا دكتور فهد بصليب استشاري وريس قسم القلب بمستشفى راشد حلقة رائعة دكتور ونكرر لك الشكر ونتمنى انك تكون يعني ضيف دائم في برنامجنا ان شاء الله ونرجع ل محمود عندك شيء خلاص لا اخو انا بختم خلاص توكل على الله توكل على الله يلا عموما كل الشكر لكم مستنعينا الكرام والشكر ايضا لمخرجنا المتعلق دائما عيسى سبيل وعلى امل نلقاكم ان شاء الله في الغد مع مواضيع اخرى باتر شو عندنا الموضوع باتر ان شاء الله عن السكر ان شاء الله عن السكر نعم اذا غدا سوف نتحدث عن السكر اذا حتى ذلك الوقت تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف وتحيات زميلي فيصل بن فارس وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي